حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمشي عن أبي وإلن عن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي أخذ الرجل بما عمل في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يأخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أسأ في الإسلام أخذ بالأول والآخر اقبرنا الوليد بن النظر الرملي وعن مسرة بن معبد من بن الحرث بن أبي الحرام من نخم عن الواضين أن رجل لن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثى فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي ابنة لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد فأخذت بيدها فرديت بها في البئر وكان آخر عهدي بها أن تقول يا أبتاه يا أبتاه فبك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كفة كفة فإنه يسأل عما أهمه ثم قال له أعد علي حديثك فأعاده فبك حتى وكف الدمع من عينيه على لحياته ثم قال له إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك أرن هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمشي عن مجاهد قال حدثني مولايا أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبان إلى آلهتهم قال فمنعني أن أكل الزبد لما خافتها قال فجاء كلب فأكل الزبد وشريب اللبن ثم بال على الصنم وهو إيساف ونائلة قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده حثنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو أبن سعيد السامي حدثنا عباد هو أبن منصور عن أبي رجاء قال كن في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفجع عليها فنحلوبها على الكثبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان قال أبو محمد الصفي الكثيرة الألباني أرنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحواصي عن الأعماشي عن أبي صالح قال قال كعب نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملفظ ولا غليز ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وأمته الحمدون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة ويتأذرون على أنصافهم ويتوضعون على أطرافهم ونضيهم ينادي في جو السماء صفوهم في القتال وصفوهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل ومولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام حثنا عبد الله بن صالح حدثني أليس حدثني خالد هو أبن يزيد عن سعيد هو أبن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول أن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكلة ليس بفضل ولا غريض ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفوه ويتجوز ولن أقبيضه حتى نقيم الملة المتعوجة بأن تشهد أن لا إلها إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو وقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام أخبرنا زيد بن عوف قال وحدثنا أبو عوانات عن عبد الملك بن عمير عن ذكوان أبي صالح عن كعب في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار لا فضل ولا غليز ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفوه ويغفر مولده بمكة وهجرته بالطيبة وملكه بالشام وفي السطر الثاني محمد رسول الله أمته الحمدون يحمدون لها في السراء والضراء يحمدون لها في كل منزلة ويكبرون على كل شرف روعات الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة ويأتزرون على أوساتهم ويوضعون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحلي برنا مجاهد بن موسى حدثنا معنو بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال كعب نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفوه ويغفر أمته الحمدون يحمدون الله في كل سراء وضراء ويكبرون الله على كل نجد يوضعون أطرافهم ويأتزرون في أوساتهم يصفون في صلاواتهم كما يصفون في قتالهم دويهم في مساجدهم كدوي النحلي يسمع مناضيهم في جو السماء أرانا حيوة بن شريح حدثنا بقية بن الوليد الميثمي حدثنا بحير بن سعدين عن خالد بن معدانا عن جباري بن نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهيء ولا كسيل ليختن قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم السنة عواجا حتى يقال لا إلها إلا الله وحده أخبرنا محمد بن يزيد الحزمي حدثنا إسحق بن سليمان عن عمرز بن أبي قيس عن عطاء قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة فمشى معه حتى دخل قال فإحضى رجليه في البيت والأخرى خارجه كأنه يناجي فتفت فقال أتدري من كنت أكلم إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا استأذن ربه أن يسلم علي قال إن آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا والسكينة صبرا والفرقان وصلا أرنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو أبن سعيد حدثنا عباد هو أبن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة الجراشية يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ليتنم عينك والتسمع أذنك ولعقل قلبك قال فنامت عيناي وسامعت أذناي وعقل قلبي قال فقيل لي سيد بن دارا فاصنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكال من المأدبة وراضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد قال فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة أخبرنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن جعفري بن ميموء التميمي عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعود فأقعده وخط عليه خطا ثم قال لتبرحن فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد ثم جعلوا ينتهون إلى الخط لا يجاوزونه ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلي فتوسد فخذي وكان إذا نام نفخ في النوم نفخا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي راقد إذ أتني رجال كأنهم الجمال عليهم ثياب بيد الله أعلم ما بهم بهم من الجمال حتى قعد طائفة منهم عند رأسه وطائفة منهم عند رجليه فقالوا بينهم ما رأينا عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن عينيه لتنامان وإن قلبه لا يقضان أدرب له مثلا سيد بان قصرا ثم جعل مأدبة فادع الناس إلى طعامه وشرابه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال لي أتدري من هؤلاء قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة قال وهل تدري ما المثال الذي ضربوه قلت الله ورسوله أعلم قال الرحمن بن الجنة فادعا إليها عباده فمن أجابه دخل جنته ومن لم يجبه عقابه وعذبه أرنا نعيم بن حمد حدثنا بقية عن بحير عن خالدي بن معدان حدثنا عبد الرحمن بن عمر والسلامي عن عطبة بن عبد السلامي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال كانت حدينتي من بني سعدي بن بقر فانطلقته أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بالزادين من عندي أمنا فانطلق أخي ومكست عند البهم فأقبل طيراني أبيضان كأنهما نسراني فقال أحد وهما لصاحبه أهوى هو قال الآخر نعم فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفة فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقه فأخرج منه علاقتين سوداويني فقال أحد وهما لصاحبه أأتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذره في قلبي ثم قال أحد وهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوتي ثم قال أحد وهما لصاحبه اجعله في كفة وجعل ألفا من أمته في كفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفيق أن يخرى علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت أن يكون قد أتبس بي فقالت أعيدك بالله فرحالت بعيرا بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغتنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيته فلم يدعها ذلك وقالت أني رأيت حين خرج مني يعني نورا أضاءت منه قصور الشام أرنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عثمان بن عروة بن الزبيري عن أبيه عن أبي ذر الغفري قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت فقال يا أبا ذر أتني ملكاني وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحد وهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحد وهما لصاحبه أهوى هو قال نعم قال فازنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال فازنه بعشرة فوزنت بهم فراجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فراجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فراجحتهم كأني أنظروا إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان قال فقال أحد وهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجاحها أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا الأعمش وعن أبي صالح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضيهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات أرنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو حيانا عن عطاء عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعربي فلما دن منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد قال إلى أهلي قال هلاك في خير قال وما هو وقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأن محمد عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلامة فدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبطها ورجع الأعربي إلى قومه وقال أن أتبعني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبيري عن جابر قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى فنازلنا بفلات من الأرض ليس فيها شجر ولا علم فقال يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا قال فانطلقنا حتى لا نرى فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقل لك الحق بصاحبتك حتى أجلس خلفكما فرجعت إليها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما ثم رجعت إلى مكانهما فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيننا كأنما علينا الطير تظل فعرضت له امرأة معها صبي صبي لها فقالت يا رسول الله ان ابن هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار قال فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل ثم قال اخسأ عدو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفعه إليها فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي فولذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخرة قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا تظلنا فإذا جملنا الدن حتى إذا كان بين سمطين خرسا جدا فحبص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي الناس من صاحب الجمل فإذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله قال فما شأنه قالوا استنائنا عليه منذ عشرين سنة وكانت به شوحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا قال بيعنيه قالوا لا بل هو لك يا رسول الله قال أما لي فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله قال المسلمون عند ذلك يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم قال لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن حدثنا يعلى حدثنا الأجرح عن الله زيالي بن حرملا عن جابري بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجاري فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فادعاه فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه فقال هاتو خطاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه ثم اتفت فقال ما بين السماء إلى الأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عصر الجن والإنسي اخبران الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السباخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت ببن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبط علينا فمساح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فسعة وخرجا من جوفه مثل الجر والأسود حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا يحيى بن أبي بكير العبدي وعن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابري بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن حدثنا فروة حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني وعن أسماعيل السلدي عن عباد أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في بعضنا وحيها فمررنا بين الجبال والشجر فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله برنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمشي عن شمري بن عطية عن رجل من مزينات أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من مئة ذئب قد أقعين وفود الذئاب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترداخ لهم شيئا من طعمكم وتأينون على ما سوى ذلك فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة قال فآذنهن قال فآذنهن فخرجنا ولهن عواء أخبرنا إسحق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنسي بن مالك قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وجالس حزين وقد تخضب بالدمي من فعل أهل مكة من قريش فقال جبريل يا رسول الله هل تحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من ورائه فقال ادعوا بها فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي أخبرنا إسحق بن إبراهيم حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس قال أتى رجل من بان عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أريك آية قال بل قال فاذهب فدعوا تلك النخلة فدعها فجاءت تنقذ بين يديه قال قولها ترجع قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال يا باني عامر ما رأيت رجلا كاليوم أصحر منه أبرنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن أبي الدوحى عن ابن عباس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فطلب بلالنا الماء ثم جاء فقال لا والله ما وجدت الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من شن فأتاه بشن فبساط كففيه فيه فانبعتت تحت يديه عين قال فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضع أرنا أبو أن عمان حدثنا أبو عوانات عن الأسودي بن قيصن عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد الله غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ بضعة عشر ومائتان فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم من طهور فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضع فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس ذلك القدح وقال تمسح تمسح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه كفه في الماء والقدح وقال بسم الله ثم قال أسبغوا الطهور فوالذي هو أبتلاني ببصر لا قد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه فلم يرفعها حتى توضعوا أجمعون أبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرز بن مرة وحصين سمع سالم بن أبي الجعد يقول سمعت جابر بن عبد الله قال أصابنا عطش فجهشنا فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكروا أسم الله فشربنا حتى واسعنا وكفانا وفي حديث عمرز بن مرة فقلنا لجابر كم كنتم قالا كنا ألفا وخمسمائة ولو كنا مائة ألف لكفانا أرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا أنس بن مالك حدثنا جابر بن عبد الله قال الشك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قالا فجاعة أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستقون حتى أستقى الناس كلهم أرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله بخصف فقال كن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأطي بماء فصبه في الإناء ثم واضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حيا على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا وقال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو ويأكل أبرنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو الجواب عن عماري بن رسيق عن الأعماشي عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال زلزلة الأرض على عهد عبد الله فأخبر بذلك فقال إن كنا أصحاب محمد نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء ينبجس من بين أصابعه ثم ناد حيا على الوضوء والبركة من الله فأقبل الناس فتوضع وجعت لا هم لي إلا ما أدخله بطني القوله والبركة من الله فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال كانوا خمس عشرة مئة أرنا عثمان بن عمر أخبرنا معاذ بن العلاء عنا فعين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فمسحه أرنا محمد بن حميد حدثنا تميم بن عبد المؤمن حدثنا صالح بن حيان حدثني ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيامة فكان يشق عليه قيامه فأطي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبي قائما للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فأطال القيام وعليه استند إليه فاتكأ عليه فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع فقال لمن يليه من الناس لو أعلم أن محمد يحمدني في شيء يرفق به لا صنعت له مجلسا يقوم عليه فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتني به فأتوه به فأمير فأمر أن يصنع له هذه المراقية الثلاثة أو الأربعة هي الآن في منبر المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمير فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك فأتو فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له نعم نعم قد فأتو مرتين نفسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختار أن أغرسه في الجنة قبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسياب عن جابير بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حانينه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكنا حثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابري بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حانين العشارة حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت أرى ما فروة حدثنا يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحق عن سعيد بن أبي كريب عن جابري بن عبد الله قال حنت الخشبة حانين الناقة الخالوجي اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه كان المسجد عريشا فقال له رجل من أصحابه ألا نشعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك قال نعم فصنع له الثلاث درجات هنا اللواتي على المنبر فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه فلما جوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمساحه بيده حتى سكن سكن ثم رجع إلى المنبر قال فكان إذا صلى صلى إليه فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزال عنده حتى بلية وأكلته الأرضة وعاد الرفات حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى لسق جذع فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبر تخطب عليه فاصنع له منبر هذا الذي ترون قال فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها فنزلا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكان فأمر به أن يحفر له ويدفن أرن مسلم بن إبراهيم حدثنا الصعق قال سامعت الحسن يقول لما أنقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس فكثروا حوله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم فقال ابن ولي شيئا ارتفعوا عليه قالوا كيف يا نبي الله قال عريش كعريش موسى فلما أنبنوا له قال الحسن حنت والله الخشبة قال الحسن سبحان الله هل تبتغى قلوب قوم سامعوا قال أبو محمد يعني هذا واحد وثلاثون أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلامة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبرة فلما اتخذ المنبرة وتحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكان وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن ثابت عن أناس بمثله ويد وثلاثون أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي وعن أبي حزيم عن سهل بن سعد قال حنت الخشبة التي كان يقوم عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت أرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحق بن أبي طلحة حدثنا أناس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس فجاء هرومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم فأصنع له منبارا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى أرتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبري فاتزمه وهو يخور فلما أتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فادوفنا اخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال قلت لجابري بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه أرويه عنك فقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره فلابسنا ثلاثة أيامين لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه فعرضت في الخندق كدية فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا عليها الماء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر فأخذ المعولة أو المسحات ثم سمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيلا فلما رأيت ذلك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيذن لي قال فأذن لي فجئت امرأتي فقلت ثقلتك أمك فقلت قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لي عليه فهل عندك من شيء فقالت عندي صع من شعير وعناق قال فاطحن الشعير وذبحن العناق وسلختها وجعتها في البرمتي وعجمت الشعير ثم راجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلبست ساعة ثم استئذنته الثانية فأذن لي فجئت فإذا العجين قد أمكن فأمرتها بالخبز واجعت القدر على الأساف قال أبو عبد الرحمن إنما هي الأسافي ولكن هكذا قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عندنا تعي من لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فقال وكم وكم هو قلت سع من شعير وعناق فقال ارجع إلى أهلك وقل لها لا تنزع القدر من الأسافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي ثم قال للناس قوم إلى بيت جابر قال فاستحيت حياء لا يعلمه إلا الله فقلت لمرأة ثكلتك أمك قد جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعينا فقالت أكان النبي صلى الله عليه وسلم سألك كم أطعم فقلت نعم فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندنا قال فذهب عني بعض ما كنت أجد وقلت لقد صدقتي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا ثم برك على التنور وعلى البرمة قال فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم اللحم من البرمة فنثرد ونغريف لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية فإذا أكلوا كشفنا عن التنور وكشفنا عن البرمة فإذا هما أملأوا ما كان فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كان حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن الناس قد أصبتهم أخمسة فكلوا وأطعموا فلم نزل يوما ذلك نأكل ونطعم قال وأخبرني أنهم كانوا ثمانمائة أو قال ثلاثمائة قال أيمن لا أدري أيهما قال أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو أبن عمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكلوا منه قال ثم بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت بعثني إليك أبو طلحة فقال للقوم قموا فانطلق وانطلق القوم معه فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت طعما لنفسك خاصة فقال لا عليك انطلق قال فانطلق وانطلق القوم قال فجيء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال إذن لعشرة قال فآذن لهم فقال كل بسم الله فأكلوا حتى شبعوا شبعوا ثم قاموا ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه ثم قال إذن لعشرة فآذن لهم فقال كل بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا قال وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سؤر الله وكم للشهات من ذراع فقال والذي نفسي بيده أن لو سكبت لا أعطيت أذر عن ما دعوت به اخبرنا أبو أن عمان حدثنا أبو عوانات عن الأسود عن بيح العنازي عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم فقال أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لو لأني أترك بنات لبعدي لأحبابته أن تقتل بين يدي قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفينهما في مقائب فلحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتل فتدفينها في مضاجعها حيث قتلت فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتل فبين أنا في خلافة معاوية ابني أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال فقال يا جابر بن عبد الله لقد أثر أباك عمال معاوية فبد فخرج طائفة منهم فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدعى القتيل قال فوريته وترك أبي عليه دينا من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم كذا وكذا وأنه ترك عليه دينا من التمر وأنه قد اشتد علي بعض غرمائه في الطلب فأحب أن تعينني عليه لع الله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا السرام المقبل قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار قال فجاء ومعه حوريوه قال فجلسوا في الظل وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن ثم دخل علينا قال وقد قلت لامرأة لامرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليوم وسط النهار فلا يرى أنكي ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ولا تكلميه ففرشت فراشا ووسادة ووضع رأسه فنام فقلت لمولا لي أدبح هذه العناقة وهي داجن سمينة فلوحى والعجل أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهوره وأن أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه فلما استيقظ قال يا جابر إتني بطهور قال نعم فلم يفرغ من وضعه حتى وضعت العناق بين يديه قال فنظر إلي فقال كأنك كأنك قد أعلمت حبنا اللحم أدعو أبا بكر ثم دعا حوريه قال فجيء بالطعام فوضع قال فوضع يده وقال بسم الله كل فأكلوا حتى شبعوا وفضلا منها لحم كثير وقال والله إن مجلس باني سلامة لينظرون إليهم هو أحب إليهم من عيون هم يقربونه مخافة أن يؤذوه ثم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهري للملائكات قال فاتبعتهم حتى بالغت سقفة الباب فأخرجت إمرأتي صدرها وكانت ستيرة فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجيك ثم قال ادعوا لي فلانا للغريم الذي اشتد علي في الطلب فقال أنسي جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا السرام المقبل قال ما أنا بفاعل قال واعتل وقال إنما إنما هو مال يتام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين جابر قال قلت أنا ذا يا رسول الله قال كيل له من العجوة فإن الله تعالى سوف يوفيه فرفع رأسه إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت قال الصلاة يا أبا بكر قال فاندفعوا إلى المسجد فقلت لغريمي قرب أو عيتك فكلت له من العجوة فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا قال فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فقلت يا رسول الله إني قد كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عمر بن الخطاب قال فجاء يهرويل قال سلجابر بن عبد الله الله عن غريمه وتمره قال ما أنا بسأله قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سوف يوفيه فردد عليه وردد عليه هذه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول ما أنا بسأله وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة فقال ما فعل غريمك وتمرك قال قلت وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا فرجعت إلى امرأتي فقلت ألم أكن نهيت كي أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقالت تظن أن الله تعالى يرد نبيه في بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي يا أهل أسحق أسحق وعلى أهل أسحق من حدثني الحكم من أبانا عن عكر متاع ابن عباس قال إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا يا أبن عباس بما فضله على أهل السماء قال إن الله قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين الآية وقال الله لمحمد صلى الله عليه وصلما إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا فما فضله على الأنبياء قال قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس أرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا زمعة عن سلامة عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنى منهم سمعهم يتذكرون فتسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله وقال آخر ماذا بعجبام وكلم الله موسى تكليما وقال آخر فعيس كلمة الله وروحه وقال آخر وآدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى ناجيه وهو كذلك وعيس روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن بدونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر حثنا سعيد بن سليمان عن منصور ابن أبي الأسود عن ليث عن الربيع ابن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصطوا وأنا مستشفعوكم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا آيسوا الكرامة والمفاتح يومئذ بيدي وأنا أكرم ولدي آدم على ربي يطوف علي الفخاد منك أنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور أرن عبد الله بن عبد الحكم المصري حدثنا بكر بن مدر عن جعفر بن ربيعة عن صالح هو ابن عطاء بن خباب مولى بن أدوئلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا قائد المرسلين ولا فخرة وأنا خاطم النبيين ولا فخرة وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرة حثنا محمد بن عباد حدثنا صفيان هو ابن عينات عن ابن جدعان عن أناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها قال أناس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها وصف لنا صفيان كدوى جمع أبو عبد الله أصابعه وحركها قال وقال له ثابت ما سيست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك قال نعم قال فأعطنيها أقبلها أقبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة أقبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد هو أبن عبد الله بن الهادي عن عمر بن أبي عمر وعن أناس بن مالك إن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض وعن جمجمتي يوم القيامة ولا فخرة وأعطى لواء الحمد ولا فخرة وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرة وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرة وأتي باب الجنة فأخذ بحلقتها فيقولون من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع 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 رأسي فأقول أمتي أمتي يا ربي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا ربي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا فيقول الجبار فبعزة لا أعتقنهم من النار فيرسلوا إليهم فيخرجون من النار وقد امتوا حش وفيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه فيه كما تنبت الحبة في غصاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عنطقاء الله فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء أعتقاء الجباري أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن يونس بن ميسر تاع عن أبي إدريس الخولني عن ابن غنمن قال نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق بطنه ثم قال جبريل قلب وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان محمد رسول الله المقفي الحاشر خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك متمئنة قال أبو محمد وكيع يعني شديدا أهران عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن روي من عن عمرز بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصارا فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وإني قائل قولا غير فخر إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة وإن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجره من ثلاث ليعمهم بسنة ولا يستعصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة حدثنا محمد بن المبارك حدثنا معاوية بن يحيى حدثنا أرطاط بن المنذري عند أمرتاب بن حبيب قال سمعت مسلمة السكنية وقال غير محمد سلمة السكنية قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء قال نعم أتيت بطعام قال يا نبي الله هل كان فيه من فضل قال نعم قال فما فعل به قال رفع إلى السماء وقد وحي إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلا ثم تلبثون حتى تقول متى متى ثم تأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا بين يدي الساعة موتن شديد وبعده سنوات الزلازل أبن عثمان بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان اللتيمي وعن أبي العلائي عن سمورتا بن جند بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعقبوها إلى الظهر من هدوة يقوم قوم ويجلس آخرون فقال رجل لسمورتا بن جند بن أما كانت تمد فقال سمورتا من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار بيده إلى السماء عدثنا محمد بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعطى بن سوار عن أبي إسحق عن جابري بن سمورتا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فاجعت أنظروا إليه وإلى القمر قال فله كان أحسن في عيني من القمر أخبرنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلاج ثانيتين إذا تكلم رؤيك النور يخرج من بين اثنياه تبعة وخمسون أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال قال ابن عمر ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ وأوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا ابن من هال حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا ثابت عن أناس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشت كفاء وماما سيست حريرة ولا دباجة ألين من كفه ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها أخبرنا أبو النعماني أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أناس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف انقضت ولا قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا أو هل صنعت كذا وكذا وقال لا والله ما مسيست بيدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدت ريحا قط أو عرفا كان أطيب من عرف أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن يزيد الريفاعي حدثنا أبو بكر عن حبيبي بن خدرة قال حدثني رجل من بني حريش قال كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم معز بن مالك فلما أخذته الحجارة أرعبت فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال علي من عرق ابته مثل ريح المسك حدثنا حدثنا أبو نعيمين حدثنا زهير عن أبي إسحق عن البراء قال سأله رجل قال أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا لا مثل القمر أرعبت أرعبت لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه أخبرنا جعفر بن عوين أخبرنا محمد بن عمر والله في وعن أبي سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية وليقبل الصدقة فأهدت له امرأة من يهود خيبرشاة مصلية فتناول منها وتناول منها بشر بن البراء ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال لأن هذه تخبرني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعتي فقالت إن كنت نبيا لم يدرك شيء وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فقال في مرضه ما زلت من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطع أبهاري أخبرنا الحكم بن نافع إن أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاتا مصلية ثم أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الذراع فأكل منها وأكل الرهد من أصحابه معه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فادعها فقال لها أسممت هذه الشاتة فقالت نعم ومن أخبرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتني هذه في يدي الذراع قالت نعم قال فماذا أردت إلى ذلك قالت قلت إن إن كان نبيا لم يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقبها وتؤفي بعض أصحابه الذين أكلوا من أشات واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكله من أشات حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة وهو من بني ثم متى وهم حي من الأنصار أرن عبد الله بن صالح حدثني أليس حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما فتحنا خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لمن كان هاهنا من اليهود فاجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألكم عن شيء فهل أنتم صديقي عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت فقال لهم هل أنتم صديقية عن شيء شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم وإن كذبناك عرفت كذبناك ما عرفت في آبائنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسئ فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم هل أنتم صديقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعتم في هذه الشات ثم قالوا نعم قال ما حملاكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يدرك أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن المنكدري عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قطف فقال لا لا قال أبو محمد قال ابن عيينة إذا لم يكن عنده وعدا أخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود الطيالسي وعن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لا يسأل شيئا إلا أعطاه أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العراب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حناي وفي رجلي نعل كثيفة فوطأت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنافحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني قال فابدت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فابدت بليلة كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان قال قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطأت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك نفحة بالصوت فهذه ثمانون نعجة فاخذها بها أرانا يعقوب بن حميد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن أخي الزهري عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن حميد حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أو فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر للذكر ويقل اللغوة ويطيل الصلاة ويقسر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملتي والمسكين فيقضي له ما حاجتهما حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حمد بن زيد عن أيوبا عن عكر ما تقال قال العباس رضي الله تعالى عنه لا أعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال يا رسول الله إني رأيتهم قد آثوك وآذاك غبارهم فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه فقال لأزال بين أظهرهم يطعون عقبي وينزيعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم قال فعلمت أن بقاءه فينا قليل 75 أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله ألا نحجبك فقال لا دعوهم يطعون عقبي وأطعوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم أرنا زكريا بن عدي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أناسي بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستو عليه واتبعناه قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة قال فلم يفتن لها أحد غير أبي بكر فاظرفت عيناه فابكى ثم قال بل نفديك بأبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله قال ثم هبط فمقام عليه حتى الساعة برن خليفة بن خياط حدثنا بكر بن سليمان حدثنا بن إسحق حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاصي عن عبد الله بن عمر عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه في جوف الليل فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس أقبلت الفتن كاقط عن الليل المظلم يطبعوا أخرها أو لها الآخرة أشد من الأولى ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة أني قد أتيت بمفتيح خزائن الدنيا والخوذ فيها فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي قلت بأبي أنت وأمي خوذ مفتيح خزائن الدنيا والخوذ فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصر ففابديع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي مات فيه أرن السعيد بن سليمان عن عبادي بن العوام عن هلالي بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال قد نعيت إلي نفسي فبكت فقال لا لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت فرقاها بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت فقال للا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي فضحكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرقوا أفئدة والإيمان يماء والحكمة يمانية أبرنا الحكم بن المبارك حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحق عن يعقوب بن عطبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عائشة قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد سداعا وأنا أقول ورأساه قال بل أنا يا عائشة ورأساه قال وما درك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت لك أني بك والله لو فعدت ذلك لا رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بديأ في وجاعه الذي مات فيه أبرنا فروة بن أبي المغراء حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صب وعلي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم قالت فأقعدناه في مخضب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا أو شنن عليه شنن الشك من قبل محمد بن إسحق فوجد راحة فخرج فسعد المنبرة فحمدا لها وأسنى عليه واستغفر للشهدائي من أصحاب أحد ودعا لهم ثم قال أما بعد فإن الأنصار عبت التي أويتوا إليها فأقريموا كريمهم وتجوزوا عن مسيئهم إلا في حد لأن عبدا من عباد الله قد خوير بين الدنيا وبينما ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر صدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا بابا أبي بكر فإني لا أعلم إمرأة أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر أخبر أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه فقال أمروا أبا بكر يصلي بالناس ثم أغمي عليه فلما سري عنه قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمره فقال أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن عكر متقال تؤفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فحب سبقية يومه والليلته والهد حتى دفن ليلة الأربعاء وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى فقام عمره فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوامين وأسينتهم فلم يزال عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه لبشر وأنه يأسن كما يأسن البشر أي قوم فإدفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين أي ميت أحدكم إماتات ويميته إماتاتين وهو أكرم على الله من ذلك أي قوم فإدفنوا صاحبكم فإن يكو كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه الترابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا فأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسلم ما كان راعي غنام يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاها بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم أي قوم فإدفنوا صاحبكم قال واجعلت أم أيمن تبكي فقيل لها يا أم أيمن تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قالت أني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا ولكني أبكي على خبار السماء قال حمد خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا أبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي حدثنا شعيب هو أبن إسحق حدثنا الأوزاعي حدثني عيش بن الوليد حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب أبرنا أبو نعيمين حدثنا فطر عن عطاء قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سامعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى أقبرنا أبو أن عمان حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أناسي بن مالك أن فاطمة قالت يا أناس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تراب وقالت يا أبته من ربه ما أدناه وأبته جنة الفردوس مأوه وأبته إلى جبريلا ننعاه وأبته أجاب ربا دعاه قال حمد حين حدث ثابت بكى وقال ثابت حين حدث أناس بكى أقبرنا أبو أن عمان حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أناسي بن مالك أن فاطمة قالت يا أناس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب وقالت يا أبته من ربه ما أدناه وأبته جنة الفردوس مأوه وأبته إلى جبريلا ننعاه وأبته أجاب ربا دعاه قال حمد حين حدث ثابت بكى وقال ثابت حين حدث أناس بكى حدثنا عبد الله بن مطيع حدثناه شيم عن أبي عبد الجليل عن أبي حريز الأزدي قال قال عبد الله بن سلامين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمرة وجنتك مستحين من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك أرنى القاسم بن كثير قال سامعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هوريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجنا منها أفواجا كما دخلوه أفواجا أقبرني أبو بكر المصري وعن سليمان أبي أيوب الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأماوي عن معروف ابن خرابوذ المكي عن خالد بن معدانا قال دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيزي مع العامة فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم فحمدا لها وأسنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون فالعراب بشر تلك المنازل لأهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر يحتزدونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشها لا يسألون الله جماعة ولا يتلون له كتابا ميتهم في النار وحيهم عما نجس مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه فيه فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه ولقبوه في اسمه ومعه كتاب من الله ناطق لا يقدم إلا بأمره ولا يرحال إلا بإذنه فلما أمير بالعزمة وحمل على الجهاد إن بساطة لأمر الله لوثه فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارقت دنيا تقيا نقيا ثم قم بعده أبو بكر فسلك سنته وأخذ سبيله وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلا الذي الذي كان قابلا انتزع السيوف من أغمادها وأوقض النيران في شعلها ثم ركب بأهل الحق أهل الباطلي فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خراجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه وقد كان أصاب من مال الله بقرا يرتوي عليه وحباشية أرضعت والدا له فرأ ذلك عند موته غصة في حلقه فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده وفارقت دنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه ثم قم بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصار وخلات الشدة باللين وحسر عن ذراعه وشمر عن ساقيه وأعدى للأمور أقرانها وللحرب آلتها فلما أصابه قين المغرتي بن شعبة أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتنا قاتله قاتله فلما قيل قين المغرتي بن شعبة استهل لا يحمد ربه أن لا يكون أصابه ذو حق في الفيء فيحتج عليه بأنه إنما استحل دماه بما استحل من حقه وقد كان أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا فكسر لها رباعه وكاره بها كفلة أولاده فأداها إلى الخليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه ثم إنك يا عمر بني الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثدييها ونبت فيها تلتميس همضانها فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله هجرتها وجفوتها وقدرتها إلا ما تزودت منها فالحمد لله الذي جلا بك حوبتنا وكشف بك كربتنا ثمدي ولا تلتافت تلتافت فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء أقول قولي وأستغفر لها لي وللمؤمنين والمؤمنات قال أبو أيوبا فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء قال لي يا ابن الأهتم أمدي ولا تلتافت حثنا أبو أنو عمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوسو بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العجب وسامنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفطق أبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيابي من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي فذكر معناه حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أليس حدثني خالد هو أبن يزيد عن سعيد هو أبن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا إن شقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكات يزفونه أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر عن عربادي بن صارية قال صل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجري ثم وعظنا موعدة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعدة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حباشيا فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلافاء الراشدين المهديين عدوا أن عليها بالنواجز وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وقال أبو عاصمين مرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أرنى أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي وعن يونس بن يزيد عن الزهري قال كان من مضى من أولمائنا يقولون الاعتصام بالسنة ناجات والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله أرنى أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي وعن يحيى بن أبي عمر والسيباني عن عبدالله بن الديلامي قال بلغني أن أولى الدين تركا السنة ويذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة أرنى أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهي بن حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عهدا لها ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي فاختلف قولهم واجتمعوا في الشكل والتكذيب وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا النار قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أوي عند الأول وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعني أبا قلابة برن عمرو بن عو عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحزيفة أنهما كان جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحزيفة لأي شيء ترى يسألوني عن هذا قال يعلمونه ثم يتركونه فأقبال إليه ابن مسعود فقال ما سألتمون عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به ولا طاقة لنا بما أحدثتم أخبرنا أبو نعيمين حدثنا المسعودي وعن عبد الملك بن ميسرة عن أن زالي بن سبرة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها فسامعته يوما وسوء إلى عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك قال هو كما قال ثم قال إن الله أنزال كتابه وبين بيانه فمن أتى الأمر من قبل يواجهه فقد بوينا له ومن خالف فوالله ما نتيق خلافكم أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحدثنا شعبة أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سامعت نزال بن سبرة قال شهدته عبد الله وآتاه رجل وامرأة في تحريمين فقال إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل يواجهه فقد بوينا ومن خالف فوالله ما نتيق خلافكم أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه أهرنا عبد الله بن سعيد حدثنا عسام عن الأعمش قال ما سامعت ابراهيم يقول برأيه في شيء قط أخبرنا أبو أن عمان حدثنا أبو عوانات عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ ثلاثون سنة قال أبو هلال منذ أربعين سنة عدثنا مخلد بن مالك حدثنا حكام بن سلمين عن أبي خيثمتا عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء قال لا لا أدري قال قيل له ألا تقول فيها برأيك قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي أقبرنا إسماعيل بن أبان أخبرني حاتم هو أبن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا قال أخبرني أنت برأيك فقال إلى تعجبون من هذا أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني عندي أثر من ذلك والله لأن أتعنى بعانية أحب إلي من أن أخبرك برأيي أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا حاتم هو أبن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده لأن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولا تحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأعملوا به أخبرنا السعيد بن عامر عن ابن عوين عن محمد بن سيرينة عن عقمط قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا قال بكلام واحد قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبين منك امرأتك قال نعم قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة طلقة قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبين منك امرأتك قال نعم فقال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بينا الله الطلق ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون أخبرنا السليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم مئة وواحد أخبرنا السليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم يسأل قال إن والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم مئة وواحد أخبرنا السعيد بن عامر عن ابن عو قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أنطر إلى مشورة وما أنا من ذا في شيء أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عينات عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إمام قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة أخبرنا عمر بن عو أخبرنا هشيم عن الهوام عن المسيب بن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر أجتمعوا لها وأجمعوا فالحقوا فيما رأوا فالحقوا فيما رأوا أخبرنا عبد الله أخبرنا يزيدوا عن الهوام بهذا أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا أبو سلامة الحمصي أن وهب بن عمر والجمحية حدثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وصدد وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال ينظروا فيه العابدون من المؤمنين أرنا أحمد بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عوين قال قال القاسم إنكم لا تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتوم كوموها أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني أليس حدثني يزيد هو أبن أبي حبيب عن عمر بن الأشجي أن عمر بن الخطاب قال إنه سيأتي ناس يجدلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله أخبرنا محمد بن عويين تحدثنا علي هو أبن مسهر عن هشامين هو أبن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفال عن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بن إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي صبت بن أسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم أقرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن يزيد المنقري حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى أبن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن فإني سامعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن أقرنا الحكم بن نوفع أخبرنا شعيب عن الزهري قال بلغنا إن زيد بن ثابت الأنصارية كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قال لم يكن قال فزاروه حتى يكون أقرنا إسحق بن إبراهيم أقرنا أبو هشامين المخزومي حدثنا يهيب حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى تكون فإذا كانت تجشمناها لكم أقرنا محمد بن أحمد حدثنا صفيان عن عمر وعن طاوس قال قال عمر على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بينا ما هو كائن أقرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبن فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبيض كلهن في القرآن منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيد قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم حثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن عوين عن عمير بن إسحق قال لمن أدركته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أي سرسلة ولا أقل تشديدا منهم أبرني العباس بن سفيان عن زيدي بن حباب أخبرني رجاء بن أبي سلامة قال سمعت عبادة ابن نسينا الكندية وسؤلا عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم أرنا العباس بن سفيان أخبرنا زيد بن حباب أخبرني رجاء بن أبي سلامة حدثني خالد بن حازم عن هشامي بن مسلمين القرشي قال كنت مع ابن محريز بمرجد يباج فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل قلت لو لا المسائل لا ذهب العلم قال لا تقل ذهب العلم إنه لا يذهب العلم ما قرأ القرآن ولكن لو قلت يذهب الفقه أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلامة عن داود عن الشعبي أن عمر قال لا يا أيها الناس أن لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحلوا لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال إن آخر ما نزل من القرآن آية الرب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى ما تفادعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم أخبرنا سلم بن جناد تحدثنا أبن إدريسى عن عمه قال خرجت من عندي إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل فسألته فأجابني عن أربع وترك أربع أخبرنا قبيصة أخبرنا السوفيان عن عبد الملك بن أبجر عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا إسحق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي أخبرنا أبو عاصمي عن ابن عوين قال سمعته يذكر قال كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول قال أبو عاصمي كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عوين من إبراهيم 130 أخبرنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أحمد بن بشير حدثنا شعبة عن جعفري بن إيس قال قلت لي سعدي بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا 130 أخبرنا أبو نعيمين حدثنا صفيان عن عطاء بن السائب قال سمعته عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديثين 130 إلا ودى أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتية إلا ودى أن أخاه كفاه الفتية 130 عدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا أبو بكر عن داود قال سألت الشعبية كيف كنتم تصنعون 130 إذا سئلتم قال على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول 130 أرنى أحمد بن الحجاج قال سمعت السفيان عن ابن المنكذر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج 130 أرنى محمد بن قدامة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معنو بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله 130 إنه خط أبيه فإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أرشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا كان أرشد عليه من أبي بكر وإني لأرى عمر كان أرشد خوفا عليهم أو إلهم 130 أخبرنا أبو نعيمين حدثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على أبن عباس فقلت أوسني فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدي 130 أخبرنا مخلد بن مالك أخبرنا النضر بن شوميل عن ابن عوين عن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر 130 أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا أظهر عن ابن عوين عن ابن سيرين قال ما دام على الأثر فهو على الطريق 130 أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال عبد الله بن مسعود تعلم العلم قبله أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله إلى وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالأتيق 130 أخبرنا أبو المغيرة حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن حمادي بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابه عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري مات يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله 138 وقد نبضوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالأتيق 149 قبرنا أبو أن عمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حزيم عن سليمان بن يسار أن رجل يقال له صبيغ قدم المدينة فاجع لا يسأل عن متشبه القرآن فأرسلا 149 إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي 141 أرنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي ملايكة 152 عن القاسم عن عائشة قالت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشبهات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 153 إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فاحذروهم 154 أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حفص عن الأعمشي عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال أني لا أكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أح الله الله لك 155 أخبرنا محمد بن عوينات عن أبي إسحط الفازاري عن ابن عوين عن ابن السيرين عن حمايد بن عبد الرحمن قال لأن أرده بعيه وأحب إلي من أن أتكلف لهما لا أعلم 155 أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني أليث أخبرني ابن عجلان عن نافع مول عبد الله أن صبيغا العراقية جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر 156 فبعث به عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل قال في الرحل قال عمر أبصر يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ 156 ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال فقال صبيغن إن كنت تريد قتلي فقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت فآذنا له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن أذن للناس بمجالسته أرن أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول أصطفت رجل أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا قال يا بني أكن الذي سألتني عنه قال لا لا قال أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك أخبرنا يحيى بن حمد أخبرنا أبو عوانة فأخبرنا عن فراس عن عامر عن مصروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال فتن ما تقول يا عماه في كذا وكذا قال لا يا أبن أخي أكان هذا قال لا قال فأعفنا حتى يكون حثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه أخبرنا إبراهيم بن موسى حدثنا أبن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن ابن عباس قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمد به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر على ما هو منه إذا لا قيل الله عز وجل أهلا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن عمر والمعافري عن أبي عثمان مسلمي بن يسار عن أبي هوريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بفتية من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان بن عيينات عن أبي سيناء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفت بفتية يعم عليها فإثمها عليه أخبرنا الحسين بن منصور حدثنا الحسين بن الوليدي عن وهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف أرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حمد بن زيد حدثنا الصلط بن راشد قال سألت طاوسا عن مسألة فقال لي كان هذا قلت نعم قال آله قلت آلهي ثم قال إن أصحابنا أخبرون عن معاذي بن الجبال إنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهما إذا سئل سدد وإذا قال وفق حدثنا بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرز بن ميموء عن أبيه عن ابن عباس قال سألته عن رجل أدركه رمضاناني فقال أكان أوي لم يكن قال لم يكن بعد فقال اترك باليته حتى تنزل قال فضلسنا له رجلا فقال قد كان فقال يطعيم عن الأول منهما ثلاثين مسكينا لكل يوم مسكين أخبرنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحق بن سليمان حدثنا العمري وعن عبيدي بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى أبن عمر يوما وإلى أبن عباس يوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعماشي عن أبي وإلين قال قال عبد الله تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلوا إليه أخبرنا محمد بن الصلط حدثنا زهير عن جعفري بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نطر في كتاب الله فإن وجد فيه مهران يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به أخبران إبراهيم بن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال كان على امرأة اعتكف ثلاثة أيامين في المسجد الحرام فسألت وعمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت وعليها صيام قال ابن شهاب لا يكون اعتكف إلا بسيامين فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا قال فعن أبي بكر قال لا لا قال فعن عمر قال لا لا قال فعن عثمان قال لا لا قال عمر ما أرى عليها صياما فخرجت فوجدت طاوسا وعطى ابن أبي رباح فسألته ما فقال طاوسون كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها قال وقال عطاء ذلك رأيي حثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبو عقيل حدثنا سعيد الجريري وعن أبي نظرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال للحسن أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل أخبرنا عصمة بن فضل حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة حدثنا الضحاك عن جابير بن زيد أن أبن عمر لاقيه في التوافي فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقاه البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعدت غير ذلك هلقت وأهلقت أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعماشي عن عمرت بن عمير عن حوريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقدي ولسنا هناك وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف وإني أرى فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة فادعم يريبك إلى ما لا يريبك أرى عبد الله بن محمد حدثنا أبن عينات عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبار به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه أخبرنا محمد بن عينات عن علي بن مسهر عن أبي إسحق عن أشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخوذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تشتهد رأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تأخر فتأخر ولا أرد تأخر إلا خيرا لك حدثنا يحيى بن حمد حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقافي عن عمرز بن الحارث ابن أخي المغيرتي بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل قال فضراب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يردي رسول الله أرنا يحيى بن حمد حدثنا شعبة عن سليمان عن عمرت بن عمير عن حوريث بن ظهير قال أحسبه أن عبد الله قال قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك وإن الله قدر أن بلغتم ترون فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقول إني أخاف وأخشى فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فادعم يريبك إلى ما لا يريبك حدثنا يحيى بن حمد عن أبي عوانات عن سليمان عن عمرة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد يزيد عن عبد الله نحوه أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا جرير عن الأعماشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث حدثنا الأعماشي قال قال عبد الله أيها الناس أنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول قال حفص كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك أرنا محمد بن الصلط حدثنا أبن المبارك عن ابن عوين عن محمد قال قال عمر لأبي مصعود لم أنبأ أو أنبئة أنك تفتي ولست بأمير ولا حارها من تولقارها أرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعماشي عن أبي وإلن عن ابن مصعود قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتل مجنون أرنا السعيد بن عامر عن هشامين عن محمد عن حزيفة قال إنما يفتي الناس ثلاثة رجل إمام أو يولن رجل يعلم مناسخ القرآن من المنسوخ قالوا يا حزيفة ومن ذاك قال عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف أرنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو أسامة عن هشامي بن حصان عن محمد عن أبي عبيدة بن حزيفة قال قال حزيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجل علي مناسخ القرآن من منسوخه قالوا ومن ذاك قال عمر بن الخطاب قال لا وأمير لا يجدوا بدا أو أحمق متكلف ثم قال محمد فلست بواحد من هذين وأرجو أن لا أكون الثالثة أبرنا جعفر بن عو عن الأعمشي عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من علم منكم علما فليقول به ومن لم يعلم فليقول لما لا يعلم الله أعلم فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم وقد قال الله لرسوله يقول أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلبي أن أبا موسى قال في خطبته من علم علما فليعلمهم ناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين أبرنا عمر بن عو عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختاري وزذان قال قال علي وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم أتن وإثنان وخمسون أخبرنا أبو نعيمين حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختاري عن علي قال يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم أرنا محمد بن يوسف حدثنا عمير بن عرفج تحدثنا رزين أبو النعماني عن علي بن أبي طالب قال إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قالوا وكيف الهرب يا أمير المؤمنين قال تقولون الله أعلم مئن وإثنان وخمسون أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن مسلمين البطيني عن عصرة التميمي قال قال علي وبردها على الكبد ثلاث مرات قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم أخبرنا فروة بن أبي المغرأ أخبرنا علي بن مسهر عن هشامي بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به حدثنا يحيى بن حميد حدثنا أبو عوانات عن مغيرة عن الشعبي قال لا أدري نصف العلمي أخبرنا عبد الله بن مسلم تحدثنا عبد الله العمري وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي ثم اتفت بعد أن قفى الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي يعني ابن عمر نفسه أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فإن ردوا عليه قال إن شئت كنت حلفت لك بالله إن كان لي به علم أرى نهارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال مأبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم حدثنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سامعت ابراهيم يقول قط حلال ولا حرام إنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون أرن يعلى حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم وتميست الدنيا بعمل آخرة أخبرنا عمرو بن عوين عن خالدي بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذلك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم وتميست الدنيا بعمل آخرة واتفقها لغير الدين أقرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال أنبئة أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين للحرومات بالشبهات أقرنا صالح بن سهيل المولى يحيى بن أبي زائدة تحدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله أما إني لست عن عام أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلف ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم أقبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هندين عن ابن سيرين قال أول منقص إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس أقبرنا محمد بن كثير عن ابن جوذب عن مطر عن الحسن أنه تل هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طيء قال قص إبليس وهو أول منقص أقبرنا عمرو بن عوين حدثنا أبو عوانات عن اسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال أني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي أران صدقة بن فضل حدثنا أبو خالد الأحمر وعن اسماعيل عن الشعبي قال والله لئن آخذتم بالمقاييس لتحرمنا الحلالة ولتحلنا الحرامة أقبرنا الحسن بن بشر حدثنا أبي عن اسماعيل عن عامر أنه قال كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت وكان لا يقايس أرأنا صدقة بن فضل حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال نهاني أبو إلي أن أجالس أصحاب أرأيت أقبرنا صدقة بن فضل أخبرنا أبن أويين ناتا عن اسماعيل عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك أرأنا إسماعيل بن أبان أخبرني محمد هو أبن طلحة عن ميموء أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة الزمان السوء أرأنا أبو نعيمين حدثنا صفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر إياك والمكايلة يعني في الكلام أقبرنا حجاجنا البصري حدثنا أبو بكر الهودلي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية مادية الأصابع قال عشر عشر قال يا سبحان الله أسواء هتنجمع بين الخنصر والإيبهام فقال شريحا يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك فإن الأذن يوريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية ويحكا إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأصر قال أبو بكر فقال لي الشعبي يهو ذلي لو أن أحنافكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء قلت نعم قال فأين القياس أرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن جبل يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول رجل قد قرأت القرآن فلم أتبع والله لا أقومن به فيهم لعلي أتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع لأختصر في بيتي مسجدا لعلي أتبع فيختصر في بيته مسجدا فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد اختصرت في بيتي مسجدا فلم أتبع والله لا أتي أنهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أتبع قال معاذ فإياكم ومجال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا مالك هو أبن مغول قال قال لي الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخوذ به ومقالوه برأيهم فألقه في الحشي أبرني العباس بن سفيان عن زيدي بن حباب أخبرني رجاء بن أبي سلامة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زمان هؤلاء أن لا يسألوني ولا أسألهم إنما يقول أحد وهم أرأيت أرأيت أبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدال عن أبي وإلن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم طلاو أن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أبرنا محمد بن يوسف حدثنا وارقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدعوى الشبهات أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغدات فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لفجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال ثم هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حسن فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك قال أفل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتحلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصدنا عدوا به التكبير والتهليل والتصبيح قال فعدوا أسيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون وهذه ثيابه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتة حباب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكان من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلام ترأين عم تأولئك الحلق يطاعنون يام النهرواني مع الخوارجي اخبرنا يعلى حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال 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 عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا يحيى بن سليمين حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابري بن عبد الله الأنصاري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمدا لها وأسنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أبرنا محمد بن عينات عن أبي اسحط الفازاري عن أسلم المنقري عن بلدي بن عسمة قال قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول وكان إذا كان عشية الخميس الليلة الجمعة قام فقال إن أصدق القول قول الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشقي من شقي في بطن أمه وإن شر الرواية رواية الكذب وشر الأمور محدثاتها وكل ما هو آت قريب أبرني محمد بن عينات عن أبي اسحط الفازاري عن ليث عن أيوبا عن ابن سيرينا قال ما أخذ رجل ببدعة فرجع سنة أبرنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلينة أرن أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عوين عن عمرز بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرز بن جارير عن حية بنت أبي حية قالت دخل علينا رجل بالظهيرة فقلت يا عبد الله من أين أقبلت قال أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا فانطلق صاحبي يبغي ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب فقمت إلى لبينة حامضة ربما قالت فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشريب وشربت قالت وتوسمته فقلت يا عبد الله من أنت فقال أنا أبو بكر قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به قال نعم قالت فذكرت غزونا خفعما وغزوة بعضنا بعضا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيت وشباك أبن عوين أصابعه ووصفه لنا معاذ وشباك أحمد فقلت يا عبد الله حتى ما تترى أمر الناس هذا قال ما استقامت الأئمة قلت ما الأئمة قال أما رأيت السيدة يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه فما استقام أولئك أقرنا محمد بن الصلط حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطاة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المدلين أخبرنا أبو أن عمان حدثنا أبو عوانات عن بياء أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب قال فرأها لا تتكلموا فقال ما لها لا تتكلموا قالوا نوت حجة مسميتة فقال لها تكلمي فإن هذا ليحل هذا من عمل الجاهلية قال فتكلمت فقالت من أنت قال أنا امرؤ من المهاجرين قالت من أي المهاجرين قال من قريش قالت فمن أي قريش أنت قال إنك لسأول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية فقال بقاؤكم عليهما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان القوم كرؤساء وأشرف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بل قال فهم مثل أولئك على الناس أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن واصل عن امرأة يقال لها عائضة قالت رأيت ابن المسعود يوسي الرجال والنساء أو يقول من أدرك من كنا من امرأة أو رجل فالسمت الأولى فإنكم على الفطرة قال عبد الله السمت الطريق أخبرنا محمد بن عيينة أخبرنا علي هو أبن مسهر عن أبي إسحق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لعمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قال قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي قال لتجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله أخبرنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة عن مبارك عن الحسن قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي الجاف فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضوا وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البداع في بداعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلكم إن شاء الله فكونوا أخبرنا موسى بن خالد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعماشي عن عمارة وملك بن الحارثي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال القصد في السنة خير من آل اجتهاد في البدعة أخبرنا منصور بن سلمة الخزعي وعن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحد وهم زفرا لما جاوزته كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء أطيعوا ألها وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو العلم والفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا إبراهيم بن أدهم قال سألت أبن شبرو متى عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة فقلت رحمك الله أنظر فيها قال إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس